من بيروت سعادة اللواء عبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي سعادة اللواء أولاً أهلاً بك على شاشة الغد ما نهاية هذه التوترات على الحدود الجنوبية من لبنان قصف وقصف متبادل استهداف من الطرفين هل الأمر نهاية سيدي برأيك وهل هي باتت وشيتة أو لا البوابة مفتوحة كما يقال نعم ما يحدث في غزة له تأثير مباشر على ما يحدث في لبنان عزب الله أعلن أن وقف اطلاق النار قرار بيد حماس ويلتزم بما تكرره حماس من وقف اطلاق النار ماذا يعني وقف اطلاق النار اليوم في غزة؟ يعني أنه ما يحدث من محادثات اليوم يهدف إلى تكبيل الزراع العسكري لغزة ولحماس في غزة والابقاء على القرار السياسي كون المفاوضات هي يعني مع السنوار القائد الميداني في غزة هذا يعني أن ضمن هذه المعادلة سوف يرضى حزب الله وترضى إيران بالابقاء على الدور السياسي لحماس مع تكبيل يده الزراعية ربما هذا من ناحية استراتيجية يعني يكتفي تكتفي إيران بذلك ويكتفي حزب الله بذلك ولا تتصعد الحرب أما من تصريحات المسؤولين العسكريين بنقل المجهود الأساسي إلى الجبهة الشمالية بفلسطين المحتلة وهذا يعني التحضير إلى حرب مع حزب الله فهذا لن يعني لن يترك حزب الله وحيدا في المعركة وإيران سوف لن تترك حزب الله وحيدا في ساحة المعركة أعذرني سعادة اللواء يعني حضرتك جماعت سيدي في هذه المنطقة إن كنت أسمعني بوضوحي الآن أعلم أن هناك دليل لكن حضرتك جماعت طبيعة الرد أو الرد من حزب الله مع الرد الإيراني سعادة اللواء علما بأن تصريحات الإيرانية من العاصمة طهران تصريحات رسمية على الأقل إنه إذا ما توصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار في غزة لن نطلع الرد الإيراني لكن حزب الله لم يصرح بهذا الأمر وأيضا مقتل فؤاد شكر استهداف مباشر للحزب يا سعادة اللواء استهداف مباشر لحزب الله فهل أيضا اقترنا الرد من حزب الله بطبيعة الاتفاق أو الصفقة كما يحدث مع طهران تفضل يا سعيد يعني يعني حزب الله ليس عشيرة ليرفع راية الثائر عند استشهاد أحد أفراده ويذهب إلى هو أيضا تنظيم سياسي استراتيجي يأخذ قرارات استراتيجية وبمعزل عن أهمية الشخص الذي تم اغتياله من ناحية استراتيجية الحزب الله أعلن صراحة تفويد الحكومة اللبنانية بالمحادثات السياسية على الجبهة الجنوبية هذا يعني والحكومة اللبنانية أعلنت بالفم الملآن التزامها بالقرار لأفراد 21 التزاما كاملا ماذا يعني هذا يعني الابقاء على قوة حزب الله كما هي مقابل أن تقوم الممتحدة بضمان أمن إسرائيل من خلال أفراد 21 يعني ضمن هذه المعادلة حزب الله يضع عملية اغتيال السيد شكر فيه ضمن خانة الحساب المفتوح مع إسرائيل منذ اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد موسوي ومن بعده الاغتيال التي حصلت للقيادين المسؤولين في حزب الله يعني من ناحية استراتيجية من ناحية استراتيجية حزب الله مقابل الابقاء على الدور السياسي لحماس وتقبيل حماس العسكرية بالإجراءات الأمنية التي يجري الحديث عنها حاليا على معمر فيلادلفيا وداخل الغزة يقبل بهذه المعادلة عن أن لا تمس قدرته العسكرية وقدرته الكتالية وإيران من خلف حزب الله ومن خلف حماس سوف تقبل بهذه المعادلة إذا ردية إسرائيل الطابة الآن عند إسرائيل هل طقف إسرائيل تقبل بوقف إطلاق نار وليس وقف عمال عسكرية لمعاودة الحرب بعد إطلاق صراح الأسرة يجب أن تقبل بوقف دائم لإطلاق النار إذا قبلت إسرائيل بوقف دائم لإطلاق وقبلت بالحل الدبلوماسي المطروح والذي هو التنفيذ الكامل للقرار في سي واحد ضمن هذه المعادلة تنجو المنطقة من الحرب وإذا لم تقبل عندها سوف يقوم حزب الله بالعمالية العملية التي يحتفظ بها وهي رد على اغتيال القاد شكر وتكون هذه الصفارة التي يطلقها الحكم لبدء المباراة أي هي صفارة بدء الحرب في المنطقة وأنا أؤكد لك بأن إيران لم تسمح باستفراد حزب الله في هذه الحالة لأنها سوف تدخل الحرب وهذا ما يفسر المجيء البوارج والقوة الكبيرة التي تقوم اسمح لي بالمقاطع هنا سعادة اللواء لحماية إسرائيل في حال اندلاع هذه الحرب طيب إيران لها مصالح استراتيجية باليستية صاروخية نووية حزب الله ليست معه هذه المعطيات تتذكر سعادة اللواء الهدهد وقتها كل الخبراء قالوا إن حزب الله يستطيع أن يصل إلى العمق الإسرائي أليس كذلك طيب الرد الإيراني بعد ضرب القنصلية في العاصمة السورية دمشق قالوا عنه نشو يعني عرض فقط ليس ردا مؤلما قاسما للظهر الإسرائيلي طيب هل حزب الله سيحذو في نفس المصار أي إنه تحدث بالهدهد وقدرته على الوصول إلى العمق الإسرائيلي دون تنفيذ عملي فعلي عسكري ميداني يعني الأمر مجرد شو فقط سعادة اللواء بخبرتك العسكرية يعني يعني على القوة العسكرية الحزب الله هذا يعني أنها هي تخرج من هذه المعمعة باستراتيجيا مكتفية يعني لا تكون مست مصالح حزب الله في المنطقة أما إذا يعني ذهبت إسرائيل لعملية محاولة القضاء على قدرات حزب الله العسكرية هذا يعني المس بإمكانيات حزب الله بإمكانيات إيران استراتيجية في المنطقة وهذا ما لا تسمح في إيران وتدخل الحرب أما عن قدرة حزب الله فلو لم يكن يعني هناك معلومات مؤكدة لدى إسرائيل ودى المتحدة الأمريكية بقدرات حزب الله الكتالية كما ذكرت لك لم تتحرك هذه البوارج باتجاه الشواطئ البحر المتوسط لمحاولة للتدخل في حال تم تهديد إسرائيل حزب الله لديها القدرة نظرا لأن هناك يعني ليس فقط بالميزان العسكري بعدد الفهات المدافع وعدد الطائرات وعدد هناك أيضا العامل المعنوي حزب الله متفوق بالمعامل المعنوي كمقاتل على الأرض على الجندي الإسرائيلي الذي يعني يخشى مواجبهة حزب الله مباشرة وهذا عامل كبير فإذا يعني هذا عامل في الحرب عامل المعنوي للجيش الجيش الذي يكون جيش يعني متكامل في حال ضربة معنويا في مكان ما يصبح كحجر دمنه ينهار أما المقاومة إذا ضربت في مكان ما لا تنهار لأنها هي عبارة عن وحدات وخلايا وليست جيش متكامل في هذه المعادلة يعني ضمن هذه المعادلة هذه حرب خاسر خاسر وليس هناك يعني من من إمكانية أن يربح أحد على الآخر لأن على الأرض مهما دمرت إسرائيل سوف لن تستطيع الإمساك بالأرض وحزب الله مهما يعني بلغ من قوة لن تسمح لو البيات المتحدة ولو يعني ولو اضطرت إلى استعمال كافة إمكانية صراحة سعادة الواء لن تسمح لهم بعملية يعني تدمير الكيان يعني لا صقف زمني للتفاوت لا صقف زمني للعدوان لا صقف زمني لمن هذه المعادلة الحرب هي خاسر لطبيعة الرد من حزب الله أو حتى من العاصمة تهران اسمح لي سأكتفي بهذا القدر طبعا خاسر خاسر يعني لا أحد بيكسب ويفوز من جراء هذه الحرب والجريمة النكراء الإسرائيلية شكرا التي تدور حتى الآن على أرض غزة شكرا جزيلا لضيفي من بيروت سعادة اللواء عبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي شرفتنا للغاية على شاشة الغد شكرا جزيلا